المغرب ومالي يعلنان اليوم عن عزمهما بث دينامية جديدة في علاقات التعاون الثنائي وما ترجمت الاتفاقيات التي وقعت بحضور رئيس الحكومة والوزير الأول رئيس الحكومة المالي اتفاقيات همت عدة مجالات ستعزز التعاون المشترك محمد الوهيبي وحمز السيح لبنة جديدة في بناء العلاقات الثنائية ومحطة غنية تتوسمها الإرادة القوية لتعزيز التعاون وتطوير أوجهه بين المغرب ومالي محددات حملها محتوى ومضمون التفاقيات التي تم التوقيع عليها وتهم النقل الطرق الدولي لمسافرين والبضائع والاعتراض لخص السياق إضافة إلى اتفاقية التعاون في مجال اللوجيستيك وبروتوكول للتعاون مرتبط بالتشغيل واتفاقية تعاون تقنية في مجال التهيئة الهيدروفلاحية اتفاقيات أعقبت للجماع الموسع الذي ترأسه سعد الدين العثمان رئيس الحكومة والوزير الأول رئيس الحكومة المالية سوميلو بوبي مايغا لقاء ذكر في سعد الدين العثمان بأهمية الزيارة التي تستجيب لضرورة التشور والتنصيق التي تفرضها التحولات المتسارعة والمتميزة بطفرة عنف الإرهاب مذكرا بنجاح دولة المال في الحفاظ على سيادة بلدها واستقراره وأمنه ووحدته هذه الزيارة هي زيارة أخوة وزيارة عمل مهمة جدا لأنها تأتي لتقوية العلاقات الأخوة بين جمهورية مالي والمملكة المغربية وخصوصا بعد الزيارة التاريخية زيارة الدولة لجرية ملك محمد السادي السنة 2014 والتي وقعت فيها عدد من الاتفاقية المهمة اليوم هذه الزيارة كانت مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية القضايا المشتركة سواء على المستوى الأمن المنطقة على المستوى الوحدة الترابية لمالي والوحدة الترابية للمغرب وعلى مستوى تطوير العلاقات التنائية علاقتنا الاقتصادية يمكنها أن ترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية والمتجذرة خصوصا على مستوى التبادل المهم المسجل بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين تعلمون جيدا أن العلاقات بين البلدين دخلت التاريخ وهذا العمق تبرزه الاستمرار في دعم العلاقات المتينة التي تتطور على مر السنين وبهذا التوافق نتوق أن يرتقي ثقف التنمية إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين وطموح قائدي البلدين وكان السيد سعد الدين العثماني والسيد سوميلو بوبي مايغا قد عقد مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية وتم التأكيد على استعداد المغرب الدائم في مواكبة مالي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار بيئة يطبعها الاستقرار والأمن ترجمة نانسي قنقر